اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من مصر جديدة حلقة الجمعة وزي ما احنا متعودين مع بعضنا بنبدأ حلقتنا ببعض الاخبار المهمة ونكمل بعد كده فقراتنا الاخرى خبرنا الاول النهاردة انه كعته يوم الجمعة يوم الاجازة مفروضة عند كل الناس الرئيس عبد الفتاح السيسي قام النهاردة بجولة لتفقد مشروعات المحاول والطرق في محافظة الجيزة السيسي الرئيس نهاردة تفقد خاصة بشكل خاص محور الفريق كمال عامر اللي بحسب يعني المتخصصين يعتبر شريان جديد داخل محافظة الجيزة محور عرضي قد اتقل او دونكو الخريطة محور عرضي بيمر من المحافظة من جنوبها الى شمالها ويربط ما بين طريق الدائري في المنيب والطائر الدائري في الوراء المحور اللي تفقده سيادة الرئيس بنقسم لأربع قطاعات رئيسية القطاع الاول بيبدأ من دائري المنيب بيمر بكبري ترسة وكبري العمرانية وشارع الهرم وكبري فيصل وصولا الى صفت اللبن طول المحور ده اللي هو الاول او القطاع الاول خمسة كيلو متر وبيخدم الاتجاهات المرية اعلى كبري صفت اللبن طبعا كمان بنقوله ده يعرفوه كويس اهل الجيزة وسكان القاهرة الكبرى لانه يعني دي مناطق كانت شديدة الازدحام القطاع التاني طوله اتنين كيلو وبيصل ما بين صفت اللبن لغاية شارع جامعة الدول العربية وبيمر بشارع السودان ومحطة مترو بولاء الدكرور دي منطقة شديدة الكسافة منطقة بولاء الدكرور وربطها بجامعة الدول العربية وصفت اللبن كمان قطاع التالي من جامعة الدول العربية اه وحتى دائري عند الوراء اه طول المسافة دي خمسة كيلو متر بيمر برضو بشارع السودان ومحور 26 يوليو اللي هو المحور الرئيسي اللي بوصل ما بين الجيزة ومدينة 6 اكتوبر وكبري البلاجيل القطاع الرابع بيصل بين دائري الوراء ومحور كحيا مصر وطوله 3 كيلو متر ده الجزء الاول اللي تفقد الرئيس كمان الرئيس تفقد محور احمد عرابي والسكان هناك عارفينه في المهندسين وفي بولاء عارفين ده كوي بيرفض بين طريق المنشية وشارع احمد عرابي طوله 11 كيلو متر 11 كيلو متر دي مسافة داخل مدينة الجيزة أو يعني محافظة الجيزة الجزء الحضري والجزء الريشي فيها وعرضوا 6 حارات مرورية وربط كمان محور احمد عرابي ربط بالطريق الدائري ومحور كمال عامر ليكون اول محور بديل لحل مشاكل التكدس المروري متزايد على محور 26 يوليو اللي هو زي ما قلنا بيودي لغاية مدينة 6 اكتوبر من الطريق الدائري لغاية ميدان لبنان وميدان سفينكس في المهندسين المتحدث الرسمي باسم الرئيس الجمهورية السفير بسام راضي أوضع انه محاول محافظة الجيزة جاية تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف الى تأسيل الحركة واختصار الوقت والمسافات بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات الاخرى وذلك في اطار المخطط القومي للمحاول والطرق امتداد كافة محافظات الجمهورية الحياة الزيارات دي تاني احنا بنقول بمتابعة كل ما هو بنية تحتية في مصر يوم الجمعة تحديدا لكن فيما عدا هذا هناك افتتحات كثيرة بحضارها سيادة الرئيس تتعلق بمشروعات اخرى انتاجية ومشروعات خدمية كبيرة بتخدم سواء مشروعات مية او كهرباء او غيره لكن القاهرة الكبرى ومحاور الداخلها والطرق الحقيقة احنا شايفين انه في كل جمعة تقريبا بلا انقطاع الرئيس بينزل يتفقد يتأكد من حسن سير الاعمال ده الخبر الاول